وصفة مؤكدة وزيت معجزة مجربة ومضمونة مئة بالمئة تعالج التهاب وآلام المفاصل السياتيك أو عرق النساء ألم الظاهر والبرد جميع البرد الذي يكون في الجسم ألم الكتفين الركب أينما كان أي ألم لديك في جسمك سوف يخلصك منه بإذن الله فقط بيدهن هذا الزيت الذي سوف نصنعه الآن مكونات بسيطة لا تنسى الاشتراك في القناة لكي تتوصل بكل جديد ومضمون ومجرب سوف أحتاج إلى أول مكون وهو الكافور والذي له تأثير مضاد طبيعي لجميع الالتهابات كما أنه يخفف من الضغط والآلام وغالبا ما ينصح الأطباء بتطبيق الزيت المصنوع من الكافور للمرضى الذين يعانون من ألم الظهر الروماتيزم الأربطة وتصلب العضالات يعني هذا هو المكون الرئيسي سوف أحتاج إلى الفلفل الأسود مطحون جيدا سوف يعمل على التسخين الجيد ومحاربة البرد سوف أحتاج أيضا إلى إكليل الجبل سواء مجفف أو تازج فإكليل الجبل يستخدم للتخلص من الألام المفاصل المصطاحبة للبرد كما أنه يهدئ العضلات وأيضا يمنع الضغط العصبي المكون الرابع وهو الزنجبيل المطحون والذي يعالج التهاب المفاصل الروماتيزم أيضا يزيل البرد من الجسم ويساعد على تخفيف العدوى والشعور بالانزعاج أو عدم الراحة كما أنه يخفف ويسكن جميع الآلام وسوف أضيف الحبة السوداء لما لها من منافع في علاج هذه الحالات يمكن أيضا إضافة القليل من القرنفل الطريقة سهلة جدا سوف أخذ ملعقة كبيرة من كل مكون ثم أضيفها إلى الزيت الزيتون القديم جدا كما رأيتم هنا زيت الزيتون لونه غامق جدا ومائل إلى السواد هذا هو الزيت الزيتون القديم والذي يستعمل للتدليك والتدليك العضلات لما له من منافع ومن مضادات للالتهابات حيث أنه يسكن آلام الأعصاب ويضبط الضغط وأيضا علاج فعال لروماتيزم العضلات بأنواعه ويزيل التوتر ويهدي الحالة النفسية وذلك عبر التدليك فقط يعني رائع جدا سوف أقوم بوضع جميع المكونات وتسخينها في هذه الزيت ثم خلطها جيدا جيدا أو رجها جيدا والاحتفاظ بها في مكان مضلم بعد ثلاثة أيام تقوم بدهن جميع المناطق المصابة لديك وأتمنى الشفاء لجميع أي سؤال أو استفسار أتركه أسفل في التعليقات أنا دائما أشارك معكم الوصفات التي تكون مجربة ومضمونة مليون بالمئة هاشتاغ وصفات نصائح جمال وعلاج مع قناة نور شانيل وإلى اللقاء